السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم سنشرح طريقة تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المتصلة في حساب الماسنجر فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشارع في البداية شباب عشان نسجل خروج من جميع الأجهزة المتصلة في حساب الماسنجر لازم ندخل على الفيسبوك لأن طريقة تسجيل الخروج تكون عن طريق الفيسبوك فأول شي تسوينا بعد ما تفتحون حساب الفيسبوك تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على إسهار من هنا تروحون على خيار الإعدادات والخصوصية وبعد كذا الإعدادات من هنا يا شباب تضغطون على خيار للطلاع المزيد في مركز الحسابات فمن هنا تروحون على خيار كلمة سر والأمان ولكن إذا ما ظهر معاكم هذه الخيارات تروحون على أيقونة البحث هذه تكتبون كلمة سر والأمان رح يظهر معاكم كلمة سر والأمان هذا الخيار تضغطون عليه فرح يوديكم على نفس الصفحة اللي نبغاها فهنا يا شباب لو تلاحظون ظهر معنا خيار الأماكن التي سجلت الدخول منها تضغطون عليها وبعد كده تضغطون على حسابكم فهنا راح يطلع عندكم جميع الأجهزة اللي سجلتوا دخول فيها سواء في الفيسبوك أو الماسنجر إذا حابينكم تسجلون خروج منها تضغطون على خيار Select device to look out وبعدين تختاروا الأجهزة اللي تبغون تخرجون منها وبعد كده تضغطون تسجيل الخروج فكذا الآن يا شباب لو تلاحظون تم تسجيل الخروج من جميع الأجهزة الأخرى وباقي فقط الجهاز اللي أنا داخل فيه الآن فهذه كانت طريقة بكل اختصار إذا حابين تعرفون أكثر عن التطبيقات تشتركوا معنا في القناة شوفكم على خير مع السلامة